الصعوبات والتي تعترض التلقيح ضد وباء كوفيد-19 أبرز الملفات على طاولة القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل عبر تقنية الفيديو فبتزامن مع عودة الاتحاد الأوروبي لتشديد القيود في مواجهة الموجة الوبائية الثالثة تخيم مشاعر الإحباط على دول الاتحاد والسبب الوتيرة البطيئة لحملات التلقيح الاتحاد الأوروبي ما زال يواجه وضعاً وبائياً صعباً لكن ذلك لا يمنعه من تصدير اللقاحات لدول تعاني من تطور وبائي أقل حدة أو تكون نسبة عالية من سكانها تلقت اللقاح لذلك دعت رئيسة المفوضية الأوروبية ورسولة فوندرلاين مؤخراً إلى معالجة عدم تكافؤ الحاصل بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية لسلامة لقاح أسترازينيكا البريطاني أصبحت تزود به في صلب الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ففي الوقت الذي تعتبر فيه بروكسلن مجموعة أسترازينيكا مطالبة بتزويدها بكميات اللقاح المقررة تتمسك المجموعة بكون عقدها مع لندن يفرد عليها منح الأولوية للطلبات البريطانية خلاف جعل بروكسل تلجأ إلى تعزيز آلية مراقبة تصدير اللقاحات التي وضعتها في يناير الماضي لمنع تصدير اللقاحات المنتجة داخل الاتحاد لدول أخرى منتجة لا تمده بها نحن اليوم نمر بوضع صعب للغاية مع العودة إلى الإغلاق في العديد من الدول يجب على جميع الدول الأوروبية تركيز جهدها والاتحاد لتأمين العدد الكافي من اللقاحات لتحقيق مناعة جماعية تشديد مراقبة تصدير اللقاحات لا يحظى بالإجماع التام داخل الاتحاد إذ تعارض دول مثل هولندا وألمانيا حذر تصدير معربة عن قلقها من إجراءات انتقامية محتملة قد تؤثر على شبكات إنتاج اللقاحات الدولية ومن بين الإشكالات الأكثر حساسية التي تناقشها القمة توزيع اللقاحات بين الأعضاء أنفسهم في ظل مطالبة ست دول من بينها النمسا بآلية تصحيح لنظام الحالي أكثر إنصافاً حضور رئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً من أبرز ما يميز القمة حيث ستتركز المباحثات مع واشنطن على توريد اللقاحات وتعزيز التعاون في هذا الجانب ويرى مراقبون أن انضمام الرئيس بايدن إلى القمة له دلالات قوية على عودة العلاقات عبر الأطلسي لسابق عهدها